خاصية في الباور بوينت لازم تكون عارفها هستأذنك تقليب الشاشة عشان تقدر تخلي البرزنتيشن بتاعتك تعمل انيميشن زي ده كمل الفيديو للآخر هروح هنا أسحب الصورة اللي أنا مجاهزة ودخلها للسلايد بتاعتي بعد كده هروح لقيمة انسرت واختار شيبز وهختار شكل المستطيل أو المربع وارسموها للسلايد كلها بعد كده هروح لقيمة انسرت تاني ومن شيبز هختار شكل المستطيل اللي حوافه دائرية وأبدأ أرسمو بعد كده ممكن أغير لونه من الشيف فل وأغير الـ وعمله نوء اوتلاين وأبدأ أزبط أبعاده بعد كده هفضل دايس على كنترول وأحرك بالموز عشان أنسخ الشكل بنفس الأبعاد بعد كده هبدأ أعلم على الأشكال واحد وأسيب التاني وأبدأ نزل الأشكال اللي أنا علمت عليهم وأعلم عليهم كلهم بعد كده وأبدأ أزبط مكانهم بعد كده وأنا دايس عليهم هدوس كنترول وأضغط على المستطيل الكبير بعد كده هروح لقائمة ميرجي شيبس واختار كومباين وممكن بعد كده اغير لون الشكل ده باللون اللي انا عايزه من شيف فل وكده جهزنا اول جزء نتنقل بقى للجزء التاني واللي محتاج فيه الصورة تتحرك هروح اضغط في اي مكان الصورة ظهرة فيه واروح لقائمة انيميشن واختار اد انيميشن وانزل هنا واختار لاينز هلاقي الصورة تتحرك من فوق لتحت وعشان اغير مسارها هروح لأفكت اوبشنز واختار على رايت بعد كده لما تروح تعمل ستارت سلايت شو هتلاقي الصورة بتتحرك بالشكل ده المحتوى اللي انا بقدمه بعمل فيه مجهود كبير عشان يطلع بالكواليتي دي وكل اللي طالبه منك تعمل سيف و لايك وشيره عشان تفيد غيرك سلام